فالذي استوقد نارا فلما أضارت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يوصرون صنبكم عمي فهم لا يرجعون أو كصير من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصماعق حذراً معهم والله محيط بالكافرين فكاد البرق يختط أبصارهم كلما ظالهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم طالوا ولو شاء الله لأمر سنبهم وأبصارهم إن الله لا كل شيء قدير يا أيها الناس حباً ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض براشاً والسماء بناءاً وأنزل من السماء موالاً فأخرج به من التمرات إزقاً لكم فلا تجعلوا لله أنزاداً وأنتم تعلمون وإن كنتم في عيب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله ودعوا شهداءكم من عبد الله وقنتم صادقين فإن لم تسعنوا ولم تسعنوا فارتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة وإكتف الكافرين وبشر لنا منوها من الصالحات أن لهم جهلات تجري من تحتنا الأنهار كلما أرزقوا منها من الثمرة الرزقاً قالوا هذا الذي أرزقنا من قبل وأتوا به متشابباً ولهم فيها أزواج مقهرة وهم فيها خالدون إن الله لا يستحي أن يضرب مثلاً ما بعوضةً فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين تروا فيقولون ما لا أراد الله بهذا مثلاً يضرر به كثيراً ويأتوا ومن الفيديو أما الذين distressون ويساورتون من الخير وأنت على نظار جديو 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 اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة